السلام عليكم يا مرحبا بالجميع سأحاول قدر الإمكان أن ألخص رواية رائعة ومميزة ورمزية بامتياز للكاتب ويليام جولدينك عنوان الرواية السيد الزباق المهم تدور أحداث الرواية حول مجموعة من الأطفال سقطت بهم الطائرة نتيجة حرب عنيفة كانت تحدث في تلك الفترة من الزمن وهذه الطائرة سقطت بالقرب من إحدى الجزر المجهولة وحسب ما جاء في الرواية فإن الكبار قد ماتوا كلهم ولم ينجوا أي أحد من الطائرة سوى الأطفال يعني ومنه فإن السبية الصغار وجدوا أنفسهم في جزيرة معزولة عن العالم وبالتالي لم يعد لهم أي ارتباط أو اتصال بالعالم الخارجي يعني لم يعد لهم أي خيار سوى الاعتماد على أنفسهم المهم بعد أن تجاوزوا مرحلة الصدمة بدأ هؤلاء الصغار الذين لا تتجاوزوا أعمارهم الخمسة عشر سنة بالتفكير بطريقة عقلانية لهدف النجاة والاستمرار بالعيش وأول شيء قاموا به هو تأسيس مجتمع تعاوني فيما بينهم يعني لسبيل النجاة مستقبلا وكما تحدثنا سابقا ليس لهم أي خيار سوى الاعتماد على أنفسهم وعلى قدراتهم المحدودة نظرا لصغر سنهم المهم ينتخبون في البداية رئيسا لهم وقد اختاروا صبيا اسمه رالف نظرا لاتسامه بالذكاء والقدرة على التشيير وكذلك تميزه بالعقلانية إلى هنا ينتهي المقطع سأقسم هذا الملخص إلى ثلاثة أجزاء أو أربعة أتمنى أن أكون قد أطلت عليكم وتحياتي وإلى اللقاء